سلام عليكم قصتنا الليلة لشاب ينقر له حسام حسام شاب سوري وتحية لأهل سوريا وليهون السامعين جميع حسام وحيد لأمه وأبوه وأمه وأبوه شايفينه مهم صدقين ومدللينه دلال لا صار ولا جرى وحسام شاب مجتهد يدرس في المدرسة اجتاز المرحلة الثانوية بجدارة وحصل على علامات أهلته لأنه يدخل في إحدى الجامعات السورية وصار روحه يجي على هالجامعة وأمه وأبوه لما صار فيه تقريبا في بداية العشرينيات قالوا يا حسام لازم أنك تتزوج بما أنه أنت وحيدنا أمنيتنا فيها الحياة أنه نشوف ذريتا ونشوف أحفادنا قبل الله سبحانه وتعالى ياخذ الأمانة إلا أن حسام عارض فكرة الزواج هذه وقالهم الآن إذا ودي أتزوج أو مجرد أرتبط ممكن أني ألتهي عن الدراسة فقالهم خلوني لحد ما أخلص دراستي وبعدين لكل حادث حديث إلا أن الأم والأب وخصوصا أم حسام كانت تلح على ولدها بشكل ماهو طبيعي كل يوم لما يرجع من الدوام يا بابا يا ماما أمتى ودك تفرحنا فيك ونشوف عيالك ونشوف ذريتك وهذا يتهرب اليوم وبكرة وبعد بكرة ظل يتهرب حوالي سنة زمان في النهاية رضخ للأمر الواقع وبعد الضغوط الشديدة من الأم والأب الأم أم حسام كانت حاطة إنها على بنت أختها اللي هي تصير بنت خالط حسام بنت ينقلها مريم مريم بنت حاصلة على شهادة البكالوريا فقط وقاعدة مع أمها وإخوانها تشتغل مع أمها في البيت ولا تطلع ولا تروح ولا تجي وأم حسام حاطة إنها على مريم مريم على قدر من الجمال لا يستهان فيه ومؤدبة ومحترمة وكانت مثل ما نقول يعني السنونها على البنت ناوية إنها تأخذها لولدها وحسام كانت الأم تلمح له بين الفترة والثانية والله بنت خالتك اليوم جايها خطابين اليوم بنت خالتك مخطوبة اليوم بنت خالتك كذا حسام عرفان السالفة لكن ما له خاطر ببنت خالته وبنفس الوقت حسام ما هو من الشباب اللي عندهم علاقات وعندهم ارتباطات ما يعرف ولا وحدة بحياته ما سبق انه ارتبط بأي فتاة ويعرف بنت خالته على قدر من الجمال لا يستهان فيه لكن النفس وما تشتهي وخصوصا الزواج قال هاي ما صراحة بنت خالتي والله ما لي كيف فيها زيادة يعني وقالت ليش يا ماما يا حسام بالعكس بنت خالتك بنت مؤدبة ومحترمة وبعدين يا ابني اللي تعرفوا احسن من اللي تتعرف عليه والبنت هذه يعني مننا وفينا في النهاية حسام قال يا ماما صراحة يعني الان ممكن اني اخطب لكن زواج الان ما فيه تعرفين يا يما بكرة اخطب وزيارات واذا تزوجت اكيد رح التهي عن الدراسة الام قالت يا ولد ما زال هذا حسام يعني اعطى ضوء اخضر وخلاص يعني تقبل فكرة الزواج ورح يرضى بالخطبة فبعد ما نخطب البنت نلزقه فيها يعني نخليه يتزوجها ونحطه تحت الامر الواقع وفعلا هذاك اليوم بعد موافقة حسام حسام طبعا ودي ساير والدته وبنت خالته بنفس الوقت ما تشكي من شي لكن هو ما يعرفها عن قرب وهذا شاب مثقف وطالب جامعي وقال لك خليني ممكن يعني اغير رأيي او ابدر رأيي وممكن تكون هذه زوجة المستقبل المهم وتقوم تروح اذاك اليوم ام حسام على ام مريم ويا ام مريم طالبين البنت الولدنة قالت الساعة الامباركة وياها لو غلاء بام حسام والله احسن من حسام ما نعطي والام اصلا ام مريم ميتة على حسام لانه حسام شاب تتمنى كل فتاة شاب وسيم وعلى قدر عالي من الاخلاق ورقي وطالب جامعي واضرب واطرح والحال المادي مرتاح واهل مريم احوالهم المادية ايش وي يعني ما هو مثل حال اهل حسام ومريم كذلك طاير عقلها بولد خالتها حسام ومتمنية اليوم قبل بكرة انها تصير حليلتن له المهم مالكم وبطول سير تقدموا جماعة لخطبة مريم ويعني قرأوا فاتحتها لكن ما كتبه وكتاب رسمي وخلاص البنت الان تسمت على اسم حسام ويا بنت قولي لمج حسام خطب وراح يتزوج حسام في البداية مثل ما قلنا حاول يساير امه وعلشان ما يغضبها وما يكسر بخاطرها وافق على الخطبة بشكل مبدئي وتروح الايام وتيجي الايام شهر شهرين ثلاث حسام كل نهاية اسبوع تمسكه امه وتروح في زيارة على بيت خالته يعني من باب الواجب ياخد له هدية لخطيبته يقعد هو اياها بحضور الاب والام لانه الجماعة محافظين وما عندهم حركات وطلعات وروحات وجيات لكن اللي حصل بعد روحات وجيات عديدة وهدايا ويعني قعد هو اياها اكثر من مرة فحسام ما غير رأيه الا ان البنت في قمة الادب وثقيلة وجمال الا ان حسام يعني ما قال لك البنت هذه يعني يمكن انا وياهم ما رح نتفك بالايام يحاول يتهرب يحاول يتملص مسكته امه هذاك اليوم بعد ما تخرج تو وماسك الشهادة وجاي على البيت قالت يا ماما يا حسام احنا لازم اليوم نساوي الفرحة فرحتين شلون يا امه قالت بما انه انت الان نجحت وحصلت على شهادة الجامعة هذه فرحة كبيرة الفرحة الثانية لازم انك تتزوج خلال الاسبوع القادم بيتنا جاهز وما هناك سوشي والان ما ظل لك حجة دراسة وخلصت وامورك صارت عال العال قالها طولي بالج يا ماما خلي نضبط الوضع نضبط الامور يعني هذا زواج ماهو لعبة وحسام ما زال يساير لكن البنت صار لها تقريبا سنتين ثلاث مرتبطة بحسام والرجال يعني مثل ما تقولونه مسمي على اسمه على مدار السنوات اللي راحت وحسام الآن اصبح في ورطة وكان طوال هالمدة يتهرب من امه وابوه لكن الآن ما عاد فيه لا دراسة يتحجج فيها ولا من يحزنون وحطوله العصب الحوض يعني تحت الامر الواقع والآن شنو عين حسام من امه وابوه ولا من بنت خالته مريم ولا كذلك من بيت خالته وانه الآن والله ما هي ضابطة والبنت ما تفهمت انا وياها لذلك خجل حسام ولا امامة او لبالكم حاول يطلع بحجة جواهية قاله للآن ما في فكة لازم انك تتزوج المهم ويتزوج حسام من مريم سابه حفلة بسيطة على قد الحال اعزمه الاهل والاقارب ومشت الامور على خير واصبح الآن حسام ومريم في القفص الذهبي وتحت سقف واحد وحسام طوال هالمدة اللي مرت كان يمثل ويحاول يساير امه وبيت خالته وابوه وكذلك مريم لما كانت خطيبته لكن الآن ما ظل في تمثيل وما ظل في مجال التمثيل ممكن يمثله يوم يومين اسبوع شهر شهرين وبعدين لازم يبان على الحقيقة اللي هي انه حسام ما له كيف بنت خالته والمهم تزوج هو اياها وحاول انه يسلك الامور يحاول قدر الامكان ما يزعل البنت لكن فيه داخله ما فيه يعني مثل ما تقولون انسجام وتوافق بينه وبينها وخصوصا الآن بعد ما تزوجه وصاره تحت سقف واحد اكتشف حسام على حسب يعني فهمه لشخصية مريم انه هو بوادي وهي بوادي على الرغم من انه مريم تحاول تسعد حسام وترسم الابتسامة على وجهه بشتى الوسائل والطرق لكن لا حياته لمن تنادي المهم ما لكم بطول سيرة استمر هذا الزواج حوالي سنة ونص الى سنتين زمان وبدت تظهر بعض المشاكل تطفو على سطح الام تحاول تدخل الاب يدخل الخالة كذلك ام مريم الا ان في النهاية حسام قالوا لهم يا عمي انا من طريق وهالبنت من طريق سايرتكم وبشيت معاكم لكن هذا الزواج وهذه حياة طويلة ما هي لعبة وانا صراحة اتخذت قراري شنو قرارك يا حسام قالوا لهم انا من طريق والبنت من طريق يا حسام عيب عليك استحى على وجهك بنت خالتك شنو سوت لك قالوا لهم انا وياها ما اتفقنا وما تواتينا وخلاص يا جماعة كل شي صير بالغصب الا الزواج وصراحة حياتي هذه يعني انا ودي عيشها والمهم في النهاية حط اهلو كذلك تحت الامر الواقع وطلق مريم وهو راح في سبيله والبنت راحت في حال سبيلها وخلال فترة السنتين زمان هذه فترة الزواج ما حصل حمل وما صار بيناتهم اولاد وهذا الامر سهل عملية الانفصال المهم بعد ما حسام طلق بنت خالته مريم كان مقدم على وظيفه في احدى الشركات وتم قبوله وراح صار يداوم فيها الشركة طبعا بعد ما طلق كذلك مسكته الام والاب قالوا اوكي طلقت بنت خالتك الان لازم تتزوج وما يصير الضلبة لا زواج ودنا نشوف ظناك يا ولدي وهذا يقولهم طولة بالكم يا جماعة انا طالع من تجربة زواج فاشلة وماتوا واتيتنا وابنت خالتي وتوني يعني نفسيتي تعبانة طولة بالكم علي خلوني الاقي بنت الحلال المناسبة وام حسامة تقول له الله ما كثر غير العرائس هذه بنت فلانة وهذه بنت جارنا فلان وهذه بنت جارتنا فلانة وهذه يقولها يا امه الله يرضى عليك كل الناس خير وبركة وكل البنات اللي ذكرتيها على عين وراسي لكن انا ما عرف ولا وحد منها ولا حتى شايف رقعة وجهها وصراحة انا ودي اختار زوجتي على كيفي والام لا تكل ولا تمل يا ابني ام تتزوج وهو يقولها طولة بالت اتروح الايام وتجي الايام في هالوقت حسام اصبح مدير قسم في هالشركة اللي يعمل فيها وصارت تحت ايده موظفين وموظفات وطبعا حسام مثل ما قلنا الشاب لا يخلم من وسامة وشخصية قوية وتجيهم هذاك اليوم موظفة على الشركة موظفة جديدة بنت تاخذ العقل وحسام اول ما شافها حط عينه عليها والموظفة اتوها جاي جديد ما صار لها اسبوع زمان وما هي حلوة انه حسام من اول ما جت هذه يعني يرمي حاله عليها فقالك يا ولد اثقل شوي وطول بالك خليها بس يعني اتمضي لها فترة فيها الشركة لكن بنفس الوقت حسام خايف انه البنت هذه اططير من ايده وبنفس الوقت ما هو شايف بايدها لا محباس لا خاتم ولا يعرف هل البنت هذه مرتبطة هل هي مخطوبة هل هي متزوجة لكن على ما يبدو الحسام انه البنت اللي اسمها شيماء غير مرتبطة المهم ويقوم هذاك اليوم يتشجع ويستجمع قواه والبنت تشتغل عنده في القسم ويطلب البنت لعنده طلب لها فنجان قهوة وكيفك وشو اخبارك قال هشوفي من الاخر انا ما عندي لا لف ولا دوران وشيلي موضوع انه انا مديرك وانتي موظفة تشتغلين عندي انتي مو تشتغلين عندي تشتغلين في الشركة لكن شيلي المناصب هذه على الجنب واعتبري حسام يكلم شيماء قال اتفضل استاذ حسام قال هارجوش بلا كلمة استاذ احنا كزملاء في الشركة وانا قاعد اكلمش من حسام الى شيماء شيلي الرسميات قال اتفضل قال لها صراحة انا من الاخر معجبة بشخصيتك وانا ناوي على الزواج مباشرة اذا موافقة خليني اليوم المساء اروح اخطبك من حالك البنت هذه شيماء لما سمعت مديرها حسام ناوي على خطبه وعلى زواج جهته وما صار لها 10-15 يوم في الشركة واول مرة تقابل الاستاذ حسام والعرض صراحة كان يعني مغري لكن بنفس الوقت خجلت البنت وقامت راحت على مكتبها ويرجع يتصل عليها ها يا شيماء شنو قلتي قالت يا استاذ حسام يعني صراحة انت فاجأتني بهالطلب ويعني الامر ما هو لعبة انت تسولف بزواج وخطبة واليوم المساء صراحة يعني ظروف شوي يعني ما تسمح ويعني انت منت شايف حالك متسرع شوي في هالقرار انت ما تعرف عني شي وحتى انا ما عرف عنك شي قالها ما في مشكلة نتعرف على بعضنا وندرس اخلاق بعضنا لكن مشان تحطيني ببالك وحطيه حلق في اذنك انا ما نيغاوي لعب ولا نيغاوي علاقات حب ومنها السؤال في هذه انا رجل ما عندي مزح وحاب اني اتزوج وادخل على بيتكم ومن الباب قالت حياك الله لكن في البداية يجب انه نتعرف على بعضنا على الاقل تعرف وضعائلتي انا عرف وضعك شنو عندك عندك مشاكل انا عندي مشاكل قالها والله معاش حق لكن اللي افهم ويا شي ما يعني انتي لا انتي مرتبطة ولا انتي مطلقة ولا انتش مخطوبة قالت ابدا ما اني ولا واحدة من هالثلاث وانا ما زلت وانا ما زلت عصفورة طيارة قال لها وهو هذا المطلوب وانت يا حسام قال لها بس نلتقي انا وياك ونقعد انه في شي كافيه او المكان اللي تحبينه نسولف انا وياك في هالتفاصيل الان المهم انه انتي موافقة على الفكرة من حيث المبدأ قالت ما عندي مشكلة وهذه شي ما ما صدقت على انه المدير الاستاذ حسام اضرب واطرح يتقدم الخطبتها وبهالطريقة هذي بتوها ما صار لها اسبوعين زمان مداومة في الشركة البنت طارت من الفرح لكن بنفس الوقت ثقلت نفسها شوي وقالت خليني اتمكن منه وخليني عارف شيني خلفيته اخاف عنده مشاكل اخاف يعني المهم ويلتقي هو اياها ذاك اليوم وتداولوا بعض اطراف الحديث وشنو موضوعك شنو اهلك وين ساكن من اي عائلة خذت منه بعض المعلومات وقالها للصراحة انا رجال تزوجت بنت خالتي وتزوجتها زواج تقليدي ارضاءا لرغبة والدتي وفي النهاية يعني ما اتفقت انا وياها وهي راحت في حال سبيلها وانا في حال سبيلي وبالنسبة الوضعنا المادي الحمد لله الوضع مرتاح والامور تمام وعال العال وشوفت عينش انا مدير هالقسم وبالنسبة لهذا الامر لا تاكلين هم ابدا وانت يا شيمة قالت والله انا يا استاذ حسام من عائلة مستورة احاو وضاعنا المادية يعني نقدر نقول انها فوق الصفر بدرجة مستورين لا طالبين ولا مطلوبين وعايشة انا وامي واخوي الوحيد في بيت اجار والحمد لله رب العالمين ابو شوين قالت والله ابوي متوفي من عدة سنوات واصلا امي اللي ربتني انا واخوي اخوت شنو يشتغل قالت والله اخوي حاصل على شهادة المرحلة الاعدادية ويشتغل اي شغلة تصير له المهم في النهاية وبعد عدة لقاءات حصلت علاقة حب بين حسام وبين شيماء لا صارت ولا تصورت وخصوصا من جهة حسام حسام صار يعشق الارض اللي تمشي عليها شيماء وبعد مد لا تتجاوز الشهرين زمان بعد ما درسوا اخلاق بعضهم وشاف انه هاي البنت هي المناسبة وكذلك هي اعجبها حسام قالت حياك الله ايه ما تحبيت تجي انت واهلك وحسام هذاك اليوم يخبر امه وابوه قال لهم لقيت فتاة احلامي مني فتاة احلامة قالوا والله موظفة عندنا في الشركة وبنت من عائلة مستورة واسمها شيماء وكذا فالاهل قالوا ليس الا ويتقدمون لخطبة شيماء وتمت الامور على خير وحدد موعد الزواج بعد شهر زمان على بينما شيماء اتجهز نفسها وطبعا شيماء الان يا ارض اشتدي ما حدا قدي وانتشر الخبر فيها الشركة وبين الموظفين المعجبات بالاستاذ حسام ويا بنت قولي للمت حسام خطب الموظفة الجديدة هذه شيماء وصار ان يغار منها ويسمع عنها كلام على الطالع وعلى النازل لكن شيماء كانت تغار من بنت موجودة فيها الشركة البنت هذه سكرتيرة حسام وبنت كذلك على قدر من الجمال لكن شيماء اجمل منها بكثير وانسكت حسام قالت يا حسام البنت هذه سكرتيرة اللي حاطها عندك كل يوم جاي حاطة كيلو حمراء ومكياج وبودرة هذه قرعها ليش حاطها عندك قالها طولي بالش لسه ما حاطيت هي اجرش داخل القصر وداخل القفص الذهبي هذا بكرة بس تصيرين زوجتي شنو جيت سوين قالت لا وتعرف انت يعني احنا الحريم واحنا النسوان الغيرة هذه وهذه اصلا قاعدة تيجي الصبح حاطة على حالها لترين عطر وحاطة مكياج وحني مو بيدي اولا بعدين يا حسام هذي سكرتير تكأمل شايفة نفسها زيادة عن اللزوم واذا ما كسرت خشمها ما اكون انا شي ما قالها يا بنت الناس اتركش منها صوالف وانتي توتش يعني تونا خاطبين والبنت بحالها وبعدين البنت ماسكة الشغل ومضبطة الامور ودارسة وفهمان وبنت على مناس شون ودش منها نحطت مكياج ولا ما حطت مكياج انا رايدش انتي واخترتش من بين كل نساء الكرة الارضية وهذي ما هو انها تحط كيلو لوها تحط خمسة كيلو مكياج ولا ما نشايلها من ارضها وبعدين صار لها مودة من الزمن عندي قبل لا تيجين انتي على الشركة فلو ودي احط عيني عليها ولا لو انه ودي اياها ما كان تقدمت الخط بتيج ولا صلفت معاش ابدا قدر حسام انه يقنعها لكن الغيرة تعرفون النساء سبحان الله مجبولات بالغيرة جبل وهذه كل يوم تيجي على حسام تتغنج عنده اللي هي شيما وخطيبها وشايف حالها وما هي مصدقة المهب تروح الايام ويتزوج هذاك اليوم حسام من شيما وعاش هو وياها اسعد ايام حياته وخذالهم شهر زمان اجازة من الوظيفة وطلع هو وياها على طرطوس على اللاذقية على رأس البسيط على كسب على صلمفة هذه مناطق سياحية من خارج سوريا اللي ما يعرفون المناطق هذه مناطق غابات وبحر ومناطق جميلة جدا المهم مضه وياها شهر بالطول وبالعرض وعاشوا اجمل ايام حياتهم وبعد ما خلصوها شهر زمان رجعوا على دوامهم وعلى وظيفتهم وعاشوا حياتهم بشكل طبيعي وبعد ما تزوج حسام من شيما بحوالي شهرين ثلاث قالت يا حسام تعرف اخوي معتصم هذا اخوي حاصل على شهادة اعدادية وتعب من الشغل في المزارع وفي التحميل وفي التنزيل فودي همتك يا حبيب قلبي قال لها ابشري بعزة شنو المطلوب قالت المطلوب تعرف هذا اخوي وسندي فيها الحياة واخوي الوحيد المطلوب انك تسعال وفي وظيفة عندنا فيها الشركة لو مستخدم يسوي شاي وقهوة وقال لي اعرفه انا انت لك علاقاتك مع مدير الشركة وامورك عال العال عنده وكلمتك ما تصير اثنين قال لها ابشري والله غير احاول مع هذا الرجال اللي هو مدير الشركة ونشوف انه علا وعا سخير وبناء على رغبة زوجته شايما اللي توها عروس جديدة وهذا اول طلب تطلبه وفي تقدير حسام انه طلب بسيط وممكن يعني يقدر يحصل على وظيفة المعتصم اخوها وفعلا قابل مدير الشركة ذاك اليوم وقال له السالفة كذا وكذا وهذا الشاب امر يخصني واخو زوجتي صراحة ودنا يعني اللاقي له شاغر اللاقي له وظيفة قال له ابشر يا أستاذ حسام خليه السبت القادم يداوم جزاك الله خير الله اعطيك العافية وما انسى لك هالمعروف يا أستاذ محمد ويخبر الخبرية هذاك اليوم لزوجته وقال لها بشرك حصلنا على وظيفة وخلي معتصم السبت يداوم ويا حبيبي ويا قلبي وجزاك الله خير والله ما انسى لك هالفضل قال هالفضل لله عز وجل وما سوينا شي يا بنت الحلال وبعدين السالفة نلعب لتجيب انتي زوجتي وهذا خوش وهذا واجب علي المهم يوم السبت داوم معتصم ومعتصم من اول ما داوم الشاب هذا معتصم ثقيل دم ولا ينزل على معده لو انك تشرب معاه الف لتر بيبسي او كولا ولا ينظم ابدا وحسام ما يعرف معتصم عن قرب يعني خلال فترة الخطوبة يا دوب قاعد معاه كم من مرة والقعدات كانت رسمية وبدوا الموظفين شوي شوي يشتكون من ثقال الدم معتصم يثق الدم على الموظفات على الموظفين لكن حصلت بينه وبين السكرتيرة سكرتيرة حسام علاقة البنت اعجبت فيه سبحان الله اللي ما يعجبك يعجب غيرك البنت اعجبت بشخصية معتصم ومعتصم شاب لعوب ما هو ناوي على الزواج لكن قال لك هذه السكرتيرة وللأسف فيه نظر الكثير من الأشخاص يقولوا لك السكرتيرة هذه بنت صائعة ضائعة واصلا لوها ما هي صائعة ومقطعة موصلة ما اشتغلت سكرتيرة وفي النهاية السكرتيرة بنت عالم وناس وعندها احساس ويعني ليش بعض الأشخاص يعتقدون انه السكرتيرة انسانة يعني ناقصة او ما عندها المؤهلات فهذه السكرتيرة فيه النهاية مخلوق بشري وانسانة عندها عواطف وعندها مشاعر وانت عائلة ومن لحم ودم ولوها ما هي محتاجة ما قعدت فيه مثل ما تقولون عيادة الطبيب ولا مكتب محامي ولا فيه اي مكان كان فعلشان توزع ابتسامات لك ولغيرك لقمة العيش صعبة ما تجي بالسهل المهم معتصموه هذا حط عينه على البنت والبنت اعجبت فيه وصار بينه وبينها علاقة حب وصار معتصم طول نهاره مضيه عندها في المكتب اينا دون عليه ودنا قهوة ودنا شاي يا الله يرد عليهم لا وشايف نفسه ما حد قده وخصوصا انه المدير نسيبه اللي هو حسام مدير القسم واخته كذلك موظفة فيها الشركة وهي ارض اشتدي ما حد اقدي وكأنه صار هو المدير وعلى قولة المثل اللي يقول الوزير يضرب بسيف الامير وهذا مشتد وشاد يظهروا بأخته وبمديره حسام والموظفين شوي شوي صاروا يتهامسون اليوم وبكرة قالوا يا عمي في النهاية يعني هذا محسوب علينا صارت الموظفات اللي يودوا كاسة شاي اللي يودوا فنجان قهوة يروحون على المكان المخصص اللي عمل القهوة والشاي ايلاقون هذا تارك الكاسات او الفناجين بدون غسيل بدون تضبيط راحوا اشتكوا لحسام سلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا أستاذ حسام هذا صراحة الموظف الجديد اللي جبتنا يعني هذا صراحة وده واحد يخدمه وهذا لا يسوي لنا قهوة ولا شاي ويتعنطز علينا وشاي في نفسه ويعني ما يرد على حده مسك حسام معتصم وقال يا معتصم عيب عليك وبعدين يعني بطريقة دبلوماسية لحد الآن محترمه وعلشان أخته كذلك قالوا ترى أنا جتني شكاوة عليك والموظفين مشتكين منك ما تلبي طلبات وبعدين مقضيها قاعد طول النهار خير أنت هذه الفلوس اللي تأخذها والراتب ما ودك تحلله الظاهر معتصم ما عجبته السؤالة ومستند على جبل الجبل اللي هو الشيماء أخته يعني مهما من ساوى مهما من كذا الشيماء في اعتقاد معتصم أنها تضغط على زوجها وراح يظل فيه الوظيفة شاء أم أباه المهم تكررت الشكاوة على معتصم وكل يوم والثاني مشتك عليه موظف ولا موظفة وحسام يمسكو يا معتصم يا كذا كذلك يقول يا شيما أخوتي يعني دبرناه الوظيفة والناس الآن تحلم حلم بأنها تتوظف أو أخوتي هذا كل نهار حاط رجل على رجل والسؤالة في هذه ما تصير يا حبيب تقلبي يا شيما لذلك هذا أخوتي إذا ظل على هالحال ما يمشي حاله أبدا لكن أنا كرمال عين تكرم مرجع عيون وكرمال عيون إش بس الحلوة هذه وظفته عندي وضبطناه الوظيفة ودرنا بالنا عليه لكن في النهاية سبب لي وجع راس والموظفين يشتكون منه ويثق الدم على الموظفة أمس جايتني فلانة وأمس جايتني فلانة واليوم جايتني فلانة يعني شوية مؤفرين على قولات المثقفين يعني شايفين نفسهم زيادة لأ وكرهنينه لأنه أخوي وغيرنين مني لأنه أنا زوجتك يعني الأمور متداخلة بعضها وبعدين أنت مدير وأضرب وأطرح يعني ترفع عن هالأمور شوية ما عليك الموظفين يتعودون عليه وأذا ودك تريحني أنك تشيل هسر نوة هذه السكرتيرة وصراحة أنا ماني مرتاح عاي البنت كل نهار ابتسامات وطق بع العلكة وقالها مالة شغل بالسكرتيرة السكرتيرة هذه هي ماسكة الشغل وهي مضبطة لأمور وأنا وياش أصلا مصول فين في هذا الموضوع وخلاص يا شي ما الله يرضى عليك لا تسوي لي مشاكل من لا شي أهم شي نبهي على أخوك يبطل مشاكل وإحنا الآن ما إحنا في سلفة السكرتيرة المهم شي ما أمسكت أخوها ويا معتصم وعيب عليك ولا تسود وجهي مع زوجي وبعدين يعني الرجال سوى لك واسطة والناس تحلم بالوظيفة قالها ما عليك أنا ضبط الأمور وهذول الموظفين هم شايفين حالهم وأنا بعدين تالي هالحيا أروح أسوي شاي وقالت والله هذا الوظيفة اللي ما عاجبتك الناس تبشي عليها بشه تبشي بالليل وبالنهار لذلك ألبد على ريشك وتحمد الله أنه صارت لك الوظيفة ولا تلعب بذيلك معتصم الكلام يفوت من الإذن اليمين يطلع من الإذن الشمال وكأنك تسولف مع حيط وماه راد على هالدنيا كلها وخصوصا أنه عنده حب في الشركة اللي هي الموظفة أمل عفوا السكرتيرا أمل معتصم صار نهاية الدوام يطلع هو وأموله وحصل بينه وبينها علاقة حب وحصل لقاءات خاصة لكن السكرتيرا أمل كوظيفة ودوام قائمة بواجبها على أكمل وجه ولد قصر بأي شيء وأمورها عال العال وبالنسبة للأستاذ حسام حسام هذا يحترمها ويقدرها بحيث أنها قائمة بواجبها على أكمل وجه ولا عندها مشاكل أبدا وتصطفل هي في النهاية بالنسبة لعلاقة الحب هذه بينها وبين معتصم وهو أصلا ما يدري بالعلاقة هذه وبعد مدة من الزمن بسبب المشاكل الكثيرة اللي صار يسويها معتصم مع الموظفين وفي النهاية لما شافوا أن حسام ما تجاوب معاهم وما يعني مثل ما تقولون ما رد عليهم قاموا اكتبوا تقرير وقدموه للمدير العام للشركة وقالوا هذا الموظف يعني صراحة ما هو معجبنا وإذا أمكن أنكم تجيبونا واحد غيره ومع شرح الأسباب وبناء على هذا التقرير يقوم المدير العام يتصل على حسام وقال يا حسام هذا الموظف اللي عندك اللي توسط طلو وهذا موجع رأس الموظفين ومسيرهم مشاكل وخلاص هذا الشاب خلي روح يلاقي له شغلة ورزقته انقطعت من عندنا قالوا أنا آسف وانا أعتذر وصراحة سببتلك أحراج لكن أنا والله يعني ما أدري عن هذا الشاب ما عارف عنه شي لكن أخو زوجتي وسوينا معاه معروف لكن الظاهر المعروف ما يبين فيه وعلى كل حال ما تكون إلا راضي ومبسوط يا حضرة المدير المهم ويقومون يطردون معتصم من الشغل معتصم طار عقله لما بلغوا قالوا خلاص هذا اليوم آخر يوم دوام ليش وما ليش والله لا أسوي ولا لا أحط ولا لا أخرب ويجي على مكتب حسام ويدخل عليه بدون لا يستأذن خير شنو عندك قالوا ليش مبطليني ليش قالوا مو شغلك عاطيناك أكثر من فرصة ونبهناك مرارا وتكرارا لكن لا حياتا إما تنادي وإذا كتساوي مشاكل وثق الدم وروح عند الماما هناك ثق الدم عندها يلا لأشوف ويطرد معتصم برا شركة وفي هالحالة ويحقد معتصم هذا على حسام وخصوصا أنه بهدلوا أمام ثلاثة أربعة من الموظفين كانوا قاعدين عنده في المكتب شلون تدخل على المكتب بها الطريقة ويحترم نفسك ويلا أطلع برا ويعني لقاها ثقيلة بحق نفسه على الرغم أنه يستاهل أكثر من ذلك لكن حصل ما حصل والآن صار معتصم برا الشركة ويحقد هذاك الحقد على نسيبه حسام وحسام ما له علاقة فيه الموضوع بالعكس سوه معاه معروف المهم ويلتفت الآن على شي ماء قالها يا شي ماء يا مسكينة المي جاري من تحت منك وانتي منتي دريانة يا مسكينة يا مغفلة ولك خير شنو الموضوع قال لها حسام زوجك هذا وأمله السكرتيرة هذي شنو بين حسام وشنو بين السكرتيرة قالها يا مسكينة والله منتي دريانة هذه أمل على علاقة مع زوجك حسام لو حاصل بينه وبينها شغلات ما يعلم فيها إلا الله عز وجل شي ماء لما سمعت أخوها يقول لها الكلام قالت وأنا أقول كل ما أجيب سيرة السكرتيرة هذي وأقول له شيلها وحط وحدة بدالها أشوفه ويتنرفها ويقول لي لا تفتحينها السيرة أثاري بينه وبينها علاقة قال لها ولح حتى أثبت لك الكلام أنه كلامي ما هو كذب وصحيح اليوم على الساعة أربع العصر بتروحين على الشركة وتلاقينه هو وياها موجودين بمفردهم بعد ما يطلعون كل الموظفين من الشركة وشلون عرفته منه قال لك قال لها ما لاتشغل عندي طرقي الخاصة وأنت شنو وديش تكونين الناطور ولا وديش تاكلين العنب قالت لا ودي أكل العنب قالها خلاص العنب موجود الساعة أربعة في الشركة وهذه ما تشذبت خبر أطلعت حالها حال الموظفين على أساس أنه هي موظفة بنفس الشركة واتصلت على أخوها معتصم وقالت تعال أريدك تكون وياي علشان يكون معاي شاهد يمكن هذا يكذبني يمكن يصير شي لذلك لازم تكون معاي قال لها أبي شرب عزش وان أخوت ويجيها على الشركة وتدخل هي ويا بعد ما كانوا الموظفين كلهم طالعين معتصم شنو مساوي معتصم متواعد هو والسكرتيرا السكرتيرا أمل بما أنه بينها علاقة حب وموعدها في مكتب المدير والناس كلها طلعت وما هذا الحد إلا هي ولما جوا على المكتب ولا فعلا هاي البنت قاعدة على الطاولة على كرسي المدير حسام رئيس القسم وتمسكها هذه شي ما ويلي ما تستحين وأنا أقول ليش هالمكياجات وليش تقطقت هالعلك وهالروائح وهالعطورات أثاريش ناوي وراسمة على زوجي والله لا أخليت عبر الكل سكرتيرا تحاول أنها تلعب بذيلها المهم وتمسكها وتناولها بالمكتة أو النفاضة أو منفضة السواكير منفضة كبيرة من الزجاج ناولتها ضربة جت البنت بالأرض وهذا معتصم واقف برا المكتب لأجل لا تشوفوا هذه المهم وقعت أمل بالأرض بدت تنزف منها الدم ولا من إيدها ولا من رجلها وتطلع على معتصم يا معتصم وينك خير شنو صويتي قالت ذبحتها يخرب بيت شنو صويتي قالت والله هذا اللي صار والآن ودنا حل شنو الحل وين نروح بالجثة البنت ماتت جاء عليها معتصم ولا فعلا البنت نفارق الحياة لا عندها نبض ولا من يحزنون والدم عب المكان ومعتصم بما أنه كان مستخدم يشتغل فيها الشركة يعرف المداخل ويعرف المخارج وشلون التنظيف وأدوات التنظيف ويقوم يروح يجيب كيس نايله كبير أو عدة أكياس ويشلون الجثة هذه ويحطونها بهذه الأكياس ويحطونها على الجنب بحيث أنه خلاص ما عاد يطلع منها دم وينظف الدم الموجود في المكتب وضبطوا الأمور على الأربعة وعشرين ويروح يستأجر سيارة فيه مكتب لتأجير السيارات السياحية بجانب الشركة استأجر السيارة ويجي دخل السيارة داخل مرآب الشركة ويحمل الجثة هو أو أخته بحيث أنه ما أحد يشوفهم لأجل يخفونها ويروحون يدفنونها في أحد البساتين على أطراف المدينة ويرجعون ويسلم السيارة ويا دار ما دخلت شر كل هالأمر هذا صار خلال حوالي ساعتين زمان وجت على البيت هذاك اليوم شي ما ولا كأنه صاير شيء والأمر مشى بشكل طبيعي لكن أهل السكرتيرا أمل افقدوها على شوي تيجي بعد شوي تيجي صارت الدنيا المغرب صارت العشاء يحاولون يتصلون عليها البنت تلفونها خارج التغطية وما قدروا يتوصلوا لها ويقومون يتصلون على حسام عندهم رقم تلفونه الخاص السلام عليكم وعليكم السلام قالهم والله يا أستاذ حسام البنت ما هجت ما رجعت من الدوام قالهم البنت يعني أنا تركتها في المكتب صراحة وكان عندي اجتماع في مقر الشركة الرئيسية وما أدري شن اللي صار شوفوا عند خوالها عند عمامها قالوا ما خلينا مكان إلا ما بحثنا فيها وين تتروح قالهم والله ما أدري ويقوم يروح حسام على الشركة عنده مفاتيح دخل على الشركة والشركة ما في حدا لا في مكتبه لا في مكتبها والأمر بدأ طبيعي رجعت تصل على أهل البنت وقالهم يا جماعة أنا توني في الشركة والبنت ما لها وجود ولا لها أثر شوفوا وين راحت والشركة مقفلة بشكل نظامي يعني ما في أي شيء مثير للريبة في اليوم الثاني جماعة بنتهم مختفية راحوا بلغوا عنها قالوا والبنت موظفة في إعدى الشركات وموضوحة كذا وكذا والبنت ما بينت رجال الأمن قالوا لازم يعني يمر على اختفاء البنت 48 ساعة 72 ساعة لحد ما نقدر نبحث عنها ويرجعون الأهل المساكين أهل أمل يبحثون عنها يمين شمال عند كل شخص يتوقعون أنها تروح عليه لكن بدون جدوى ويمروا اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث رجال الأمن لما شافوا والبنت ما بينت بدوا يحققون في اختفاءها البنت وجواوا على الشركة وحققوا واسألوا وقالوا والبنت سيرتها مثل المسك ولا عندها مشاكر ولا أبدا وادخلوا المحققين لعند مكتب الأستاذ حسام وينتبه واحد منهم واحد من رجال الأمن على أحد الجدران ولا فيه نقطة حمراء ظاهر نقطة الدم ولما سألوا الأستاذ حسام شنو النقطة الحمراء هذه أول نقطة الحمراء قالهم والله ما أدري صراحة أول مرة أنا أنتبه عليها المهم ويأخذون عينة منها النقطة الحمراء هذه ويفحصونها ولا تطلع دماء بشرية اشتبهوا الآن بحسام وقارنوا العينة هذه بدم أبو البنت أمل السكرتيرا وتطلع النتائج مطابقة مية بالمية ويلقون القبض على حسام قالوا يا حسام اعترف شلون قتلت البنت وليش قتلتها وين خفيتها يا جماعة يطولكم يقصركم يا ناس يا عالم أنا أصلا ما لي علاقة باختفاء البنت ولا قتلتها ليش ودي أقتلها أصلا البنت ما سكتلي شغلي من أحسن ما يكون قالوا والله ما ندري هذا أنت اللي ودك تعلمنا عليه والمسكين هذا حسام يصيح وما يستريح ويقولهم أنا ما لي علاقة لأكل الآن في بقع من الدم عثروا عليها كذلك بعد ما سوا مسح الأدلة الجنائية في مكتب حسام وعثروا على أثار للدماء دماء البنت ويحاولون معاه لكن بدون أي نتيجة يقولهم يا جماعة والله ما أدري عنها شي المهم واحدة من هالموظفات كانت من تبهى على العلاقة بين السكرتيرا أمل وبين معتصم وصارت تتسولة فيها وزميلاتها وصديقاتها وزملائها فيها العمل وفيها الشركة وحزنين كذلك على مديرهم حسام اللي أخلاق عالية ورجل محترم فقالوا يا جماعة لازم المعلومة هذه تصل إلى رجال الأمن أنه أمل كانت على علاقة مع معتصم وفعلا يقوم يتشجع واحد من الوظفين وبلغ رجال الأمن قالهم فيه عندنا معلومات أنه أمل كانت على علاقة مع معتصم من هو معتصم؟ قالوا هذا المستخدم السابق اللي هو يصير أخه زوجة حسام ويروحون يجيبون معتصم ها يا معتصم شنو اللي بينك وبين أمل قالوا لهم ما بينوا بينها شي ولا بينوا بينها علاقة ولا أبدا رجال الأمن الآن وسعوا الدائرة شوي الآن فيه معتصم وفيه كذلك اللي هي شي ماء جابوا شي ماء استجوابوها وينتبه أحد المحققين على شي ماء أنه في عندها بعض الخدوش في الرقبة والخدوش هذه الظاهر أنها خرميش بشرية خرميش أظافر ويمسكونها هي ومعتصم ويبدأون يضغطون عليهم أنكروا بشدة ما لهم علاقة لا أحنا ما ندري يا جماعة لا تظلمون هذا المقطع الموصل هذا اللي ما يخاف من الله أكيد لعب على بنت الناس وذبحها في النهاية بعد الضغط الشديد وبعد ما حطم وعتصموه على أبساط الريح اعترف هذاك اليوم باللي سواه هو وأخته شي ماء وقالوا دفنت جثة البنت في أحد البساتين على أطراف المدينة وين المكان ويركبون ويروحون ولا فعلا يعترون على جثة أمل الله يرحمها وتم رفع الجثة إلى الطب الشرعي ويجي تقرير الطب الشرعي اللي يقول أنه أمل كان في بطنها جنين بعمر ثلاث أشهر والبنت مقتولة عن طريق ضربة بأداة ثقيلة أو راضة على الرأس الضربة هذه أدت إلى نزيف حاد أدى إلى الوفاة في النهاية ولما رجعوا على معتصم قال نعم أنا كنت على علاقة معها واكتشفنا الحمل والبنت صارت تضغط علي وصراحة ما لقيت طريقة أني يعني أعرف أتخلص من اللي بطنها وما رضيت أصلا تتخلص من الجنين ولا تسوي عملية إجهاد وصارت تلح علي لازم نتزوج اليوم قبل بكرة ولم أطردني هذا نسيبي من الوظيفة ومن الدوام قررت أني أنتقم منه وبنفس الوقت أتخلص من هذه أمل اللي صارت تضغط علي ضغط ماهو طبيعي وسويت الفيلم هذا وعلى أساس أنه السكرتيرا على علاقة مع حسام وبناء على أقوال شيما ومعتصم واعترافاتهم وتمثيلهم لجريمة تم تقديمهم للمحاكمة وبعد عدة جلسات ومحاكمات تم الحكم على شيماء وأخوها معتصم بالإعدام شنقا وكانت هذه نهاية القصة القصة طبعا مليئة بالعبر والمواعظ اللي ممكن نستفيدها أترك لكم التعليق على مجريات وأحداث القصة ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بألف خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك دمتم في رعاية الله وحفظه